بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعده وبعد فهذه قراءة لنظم أسماء الله الحسنى من النونية العظيمة الكافية الشفية في الانتصار للفرقة النجية من نظم الإمام الرباني الكبير أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية المتوفى سنة 751 من نجرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله ونفعنا بعلمه قال رحمه الله فصل في بان توحيد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ومخالفتي لتوحيد الملاحظة والمعطلين بعد ذلك قال فصل في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبتي قال رحمه الله تعالى هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن كعلوه سبحانه فوق السماء وات العلا بل فوق كل مكان فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببياني وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكواني حي موليد قادر متكلم ذو رحمة وإرادة وحناني هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطل هي أربع بويزاني ما قبله شيء كذا ما بعده شيء تعالى الله ذو السلطان ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء وذا تفسير ذي البرهاني فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لمعاني وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشاني وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكراني وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنساني وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلاني وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكواني من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر يا ذوي العرفاني فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهاني لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفكذ البهتاني وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم فشأن الوصف أعظم شاني وهو السميع يرى ويسمع كلما في الكون عاليه مع التحتاني ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستوياني والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصواني ويرى مجار القوت في أعضائها ويرى عروق نياطها بعياني ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفاني وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلاني وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسياني وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكاني فصل وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسباني وأهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحساني فصل وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبواني كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسباني لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بناني والبحر يلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زماني نفذت ولم تنفذ بها كلماته ليس الكلام من الإله بفاني وهو القدير فليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطاني وهو القوي له القوى جمعا رب ذي الأكواني وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحساني وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطاني وهو العزيز القائر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتاني وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عاد من نقصاني وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان أيضا ماهما عدماني حكم وإحكام وكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهاني والحكم شرعي وكوني ولا يتلازماني وماهما سياني بل ذاك يجدون هذا مفردا والعكس أيضا ثم يجتمعاني لن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما بل ليس ينتفياني لكنما الشرعي محبوب له أبدا ولو يخلو من الأكوان وأمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان لكنما الكون يفاوى قضاء في خلقه بالعدل والإحسان هو كله حق وعدل ذو رضا والشأن في المقضي كل الشان فلذاك يرضى بالقضاء ويسخط المقضي حين يكون بالعصيان فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي ما الأمران متحدان فقضاءه صفة بإقامة وما المقضي إلا صنعة الإنسان والكون محبوب ومبوض له وكلاهما بمشيئة الرحمن هذا البيان يزيل لبسا طالما هلكت عليه الناس كل زمان ويحل ما قد عقدوا بأصولهم وبحوثهم فافهموا فهم بيان من وافق الكون يوافق سخطه إذ لم يوافق طاعة الديان فلذاك لا يعدوه ذم أو فوات الحمد مع أجر ومع رضوان وموافق الديني لا يعدوه أجر بل له عند الصواب اثنان فصل والحكمة العليا على نوعين أيضا حصل بقواطع البرهان إحداهما في خلق سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان وصدوره من أجل غاية الله وله عليها حمد كل لسان والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا وفيها ذانك الوصفان غاية التي حمدنا وكونها في غاية الإتقان والإحسان فصل وهو الحي فليس يفضح عبداه عند التجاهل منه بالعصيان لكنه يلقي عليه سطره فهو الستير وصاحب الوفران وهو الحليم فلا يعاجل عبداه بعقوبة ليتوب من عصيان وهو العفو فعفو وسع الورى لو لاه غار الأرض بالسكان وهو الصبور على أذى أعدائه شتموا بل نسبوا للبهتان قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذبا من الإنسان هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل هوان لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران فصل وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نوعان إدراك أسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عند الشان فصل وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أمان وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان وهو المجيب يقول من يدعو أجبه أنا المجيب لكل من ناذان وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولونه من أمة الكفران وهو المغيث لكل مخلوقاته ولذا يحب إغاثة اللهفان فصل وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازهم بحب ثاني هذا هو الإحسان حقا لا معاوضة ولا لتوقع الشكران لكن يحب شكورهم لا لاحتياج منه للشكران والإيمان وهو الشكور فلم يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا حسبان ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله سبحان ذي السلطان فصل وهو الغفور فلو أتى بقرابها وجها خطأ موحد ربي الرحمن لا تاه من غفران من أقرابها قرابها سبحانه هو واسع الغفران وكذلك التواب من أوصافه والتوب في أوصافه نوعان إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان فصل وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان الكامل أوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان وكذلك القهار من أوصافه فالخلق مقهورون بالسلطان فالخلق مقهورون بالسلطان لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان وكذلك الجبار من أوصافه والجبر في أوصافه قسمان جبر الضعيف وكل قلب قد غدى ذا كسرة فالجبر من هودان والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان وله مسمى ثالث وهو العلو وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدن منه من إنسان من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان فصل وهو الحسيب كفاية وحماية والحسب كافي العبد كل آوان وهو الرشيد فقوله وفعاله رشد وربك مرشد الحيران وكلاهما حق فهذا وصفه والفعل للإرشاد ذا كثان والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم بالميزان فعلى الصراط المستقيم إلى هنا قولا وفعلا ذاك في القرآن فصل هذا ومن أوصافه القدوس ذو التمزيه بالتعظيم للرحمن وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان والبر من أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان صدرت عن البر الذي هو وصفه فالبر حينئذ له نوعان وصف وفعل فهو بر محسن مول الجميل ودائم الإحسان وكذلك الوهاب من أوصافه فانظر مواهبه مدى الأزمان أهل السماوات العلا والأرض عم تلك المواهب ليس ينفكان وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح في أوصافه أمران فتح بحكم وشرع إلهنا والفتح بالأقدار فتح ثاني والرب فتاح بذينك إليهما عدلا وإحسانا من الرحمن وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان رزق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجار سوقه بوزان هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان فصل هذا ومن أوصافه القيوم والقيوم في أوصافه أمران إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به هما الأمران فالأول استغناء عن غيره والفقر من كل إليه الثاني والوصف بالقيوم ذو شأن عظيم من هكذا والوصف بالقيوم ذو شأن عظيم من هكذا موصوفه أيضا عظيم الشاني يحر والحي يتلوه فأوصاف الكمالهما لأفق سمائها قطباني فالحي والقيوم لم تتخلى فالأوصاف أصلا عنهما ببياني هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والميزاني وهو المعز لآل طاعته وذا عز حقيقي بلا بطلاني وهو المذل لمن يشاء بذلة الدارين ذو لشقا وذو لهواني ومانع معطي فاذا فضله والمنع عين العدل للمناني يعطي برحمته ويمنع من يشاء بحكمة والله ذو سلطاني فصل والنور من أسماه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهاني قال ابن مسعود كلاما قد حكاه الدارين عنه بلا نكراني ما عمده ليل يكون ولا نهار قلت تحت الفلك يوجد ذاني قلت تحت الفلك يوجد ذاني نور السماوات العلا من نوره والأرض كيف النجم والقمراني من نور وجه الرب جل جلاله وكذا حكاه الحافظ الطبراني فبه استنار العرش والكرسي مع سبع الطباق وسائل الأكوان وكتابه نور كذلك شرعه نور كذا المبعوث بالفرقاني صلى الله عليه وسلم وكذلك الإيمان في قلب الفتى نور على نور مع القرآن وحجابه نور فلو كشف الحجاب لا أحرق السبحات للأكواني وإذا أتى للفصل يشرق نوره في الأرض يوم قيامة الأبدان وكذا كدار الرب جنات العلاء نور تلأ لا ليس ذا بطلان والنور ذو نوعين مخلوق ووصف ماهما والله متحدان وكذلك المخلوق ذو نوعين محسوس ومعقول هما شيئان احذرت زل فتحت رجلك هوة كم قد هوا فيها على الأزمان من عابد بالجهل زلت رجله فهوى إلى قعل الحضيد الدان لاحت له أنوار آثار العبادة ظنها الأنوار للرحمن لاحت له أنوار آثار العبادة ظنها الأنوار للرحمن فأتى بكل مصيبة وبلية ما شئت من شطح ومنها ذيان وكذا الحلولي الذي هو أخذ منها هنا حقا هما الأخوان ويقابل الرجلين التعطيل والحجب الكثيفة ماهما سيان ذا في كسافة طبعه وظلامه وبظلمة التعطيل هذا الثاني والنور محجوب فلا هذا ولا هذا له من ظلمة يريان فصل وهو المقدم والمؤخر ذلك الصفتان للأفعال تابعتان وهما صفات الذات أيضا إذ هما بالذات لا بالغير قائمتان ولذاك قد غلط المقسم حين ظن صفاته نوعين مختلفان إن لم يرد هذا ولكن قد أراد قيامها بالفعل ذي الإمكان والفعل والمفعول شيء واحد عند المقسم ماهما شيئان فلذاك وصف الفعل ليس لديه إلا نسبة عدمية ببيان فجميع أسماء الفعال لديه ليست قط ثابتة ذوات معاني موجودة لكن أمور كلها نسب ترى عدمية الوجدان هذا هو التعطيل للأفعال كالتعطيل للأوصاف بالميزان فالحق أن الوصف ليس بمولد التقسيم هذا مقتضى البرهان بل مولد التقسيم ما قد قام بالذات التي للواحد الرحمن فهما إذا النوعان أوصاف وأفعال فهذه قسمة التبيان فالوصف بالأفعال يستبعي قيام الفعل بالموصوف بالبرهان كالوصف بالمعنى سوى الأفعال ما إن بين ذينك قط من فرقان ومن العجائب أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني قامت بمن يوصفه هذا محال غير معقول لدى الأذهان وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل قالوا لم تقم بالواحد الديان فانظر إليهم أبطال الأصل الذي ردوا به أقوالهم بوزاني إن كان هذا ممكنا فكذاك قول خصومكم أيضا فذوء كان والوصف بالتقديم والتأخير كوني وديني هما نوعان وكلاهما أمر حقيقي ونسبي ولا يخفى المثال على أولي الأذان والله قدر ذاك أجمعه بإحكام وإتقان من الرحمن فصل هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقراني وهي التي تدعى بمزدوجاتها وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان إذا كموهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصاني كالمانع المعطي وكالضالي الذي هو نافع وكماله الأمران ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان وكذا المعز مع المذل وخافض مع رافع اللفظان مزدوجان وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين وجابهين معاني فصل ودلالات الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببياني دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان أما مطابقة الدلالة فهي أن الإسم يفهم منه مفهوماني ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الإسم بالميزاني لكن دلالته على إحداهما بتضمن ففهمه فهم بياني وكذا دلاته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولاني إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبياني لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن فلذا دلالته عليه بالتزام من بين والحق ذو تبياني فاصف في بين حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر أقسام الملحدين أسماء هو أوصاف ملح كلها مشتقة قد حملت لمعاني إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفراني وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطير والنكران فالملحدون إذا ثلاث طوائف فعليهم واضب من الرحمن المشركون لأمنهم سموا بها أوثانهم قالوا إلهم ثاني هم شبه مخلوق بالخلاق عكس مشبه الخلاق بالإنسان وكذاك أهل الاتحاد فإنهم إخوانهم من أقرب الإخوان أعطوا الوجود جميعا وأسماءه إذ كان عين الله ذي السلطان والمشركون أقل شركا منهم هم خصصوا ذا الإسم بالأوثان ولذاك كانوا أهل شركا عندهم لو عمموا ما كان من كفراني والملحد الثاني فذو التعطين إذ ينفي حقائقها بلا برهان ما ثم غير الإسم أوله بما ينفي الحقيقتنا في هذه البطلان فالقصد دفع النص عن معنى الحقيقة فاشتهت فيه بلطف بيان عطل وحرف ثم أول وانفها وقذف بتجسيم وبالكفران للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار والقرآن فإذا هم محتجوا عليك بها فقل هذا مجاز وهو وضع ثاني فإذا غلبت عن المجاز فقل لهم لا تستفاد حقيقة الإيقان أنا وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذا ببيان فعليك حينئذ بقانون وضعناه لذا في أدلة القرآن ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني قل عارض المنقول معقول وما الأمران عند العقل يتفقان ما ثم إلا واحد من أربع متقابلات كلها بوزاني إعمال ذين وعكسه أو نلغي المعقول ما هذا بذي إمكاني العقل أصل النقل وهو أبوه إن تبطله يبطل فرعه التحتاني فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول بالقانون للبرهاني إعماله يفضي إلى إلغائه فهجروا أجرى الترك والنسياني والله لم نكذب عليه مننا وهم لذى الرحمن مختصماني وهناك يجزى الملحدون ومن نفى الإلحاد يجزى ثم بالغفران فاصبر قليلا إنما يساعة يا مثبت الأوصاف للرحمن فلسوف تجني أجرى صبرك حين يجني غير غزر الإثم والعدوان فالله سائلنا وسائلهم عن الإثبات والتعطيل بعد زماني فعد حينئذ جوابا كافيا عمد السؤال يكون ذات بياني هذا وثالث فنافيا وناء فيما تدل عليه بالبهتان إذا جاحذ الرحمن رأسا لم يقر بخالق أبدا ولا رحمن هذا هو الإلحاد فاحذره لعل الله أن ينجيك من نيران وتفوز بالزلفاء لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان لا توحي شامنك غربة بين الوراء فالناس كالأموات في الجبان لا توحي شامنك غربة بين الوراء فالناس كالأموات في الجبان أو ما علمت بأن أهل السنة الأرباء حقا عند كل زمان قل لي متى سلم الرسول وصحبه صلى الله عليه وسلم الله والتابعون لهم على الإحسان رحمه الله من جائل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان وتظن أنك وارث لهم هو مأذقت الأذية قطف الرحمن كلا ولا جاهد تحق جعاده في الله لا بيد ولا بلسان منتك والله المحالم نفسه فاستحدث سوى ذرأي والحسبان لو كنت وارثه لآذاك الأولى ورثوا عداه بسائر الألوان اللهم صلي وسلم وبركنا بمحمد وبركنا بمحمد بعض الخلق خير رضا نفسك فأنت إلهنا مولا الجميع وحبلي في مدينة مستقن وزقن ثم دفم البقية وفلي ولولدي والمشيخ مصر من الله ما عرفنا بك يا رب العالمي وقربنا إليك واجغلنا بك يا رب العمين وصلى الله عليه محمد والألي وأصحابي جمعين